اهلا بكم بداية الحقيقة عجيبة وغريبة حصلت النهاردة اتأكد لك او تأكد لك يعني انها بداية يعني غير مبشرة لانه في حالة ارتباك ولغبطة وحوسة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي ودي قصة سهلة كده بسيطة بس تقولك قديه ان احنا عايشين في العزبة قصة بدأت لما الناش او كلنا شفنا خبر تعيين متحدث عسكري جديد للجيش ونشرت المواقع كلها ان الراجل اتعين وصفحة المتحدث نزلت وبوست وهو اتغيرت الصورة بانه واحد جديد اهو الصورة ايه اه دي صورة الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة وطلع الراجل اهو حاجة جمدة جدا اه دي الصور الشخصية بتاعة القصة دي لصفحة المتحدث جميل جدا وتعليقات تحت بقى الف مبروك مبروك والحاجات والدنيا دول المتحدثين كلهم الناس كلها عارة تباريك لهو مبروك عليك يا الف مبروك فجأة بقى تخش على البوست تلاقي صفحة المتحدث اتشالت فجأة والصورة اهو الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة هب فجأة كده والدنيا اتقلبت مش بس كده ده انت لو عملت بحث على جوجل عن متحدث عسكري جديد هتلاقي اول نتاج البحث لخبر تعيين المتحدث نشرته اليوم السابع والبوابا نيوز وصدر البلد ودي صورة البحث اهي ادي صورة البحث خش شكتب تعيين العقيد اسلام مهدي متحدث عسكري جميل لكن تخش بقى تدوس على لينك من دول ما تلاقيش الخبر وترجعك للموقع نفسه حتى موقع الشروق نشر تخش تدوس عليه تلاقي الخبر محزوف اهو الخبر عفوا الصفحة جير متاحة عزبة طبونا بس نسيوا يحزفوها من صفحة الفيز بتاعت الشروق البوست بتاعت الشروق اهو نسيت الشروق تحزفها لكن المواقع فضلت نشرة الخبر اللي فضلت نشرة هي مصراوي والمصر اليوم وغيرها ادي خبر المصر اليوم من هو العقيد اسلام مهدي الدنيا تقلبت بقى الكوميدي ان مصراوي مصراوي بعد ما اكتشفت ان الكل بيحزف رحت برضو حزفت الدين الحزف الخبر وصلت للمحطة الغلط المصر اليوم كمان صحقت وقيت لك كل بتحزف نحزف احنا كمان المصر اليوم طب وقنا متعرفش مين اللي أصدر الخبر وتعين اسلام مهدي وفجأة تخش الدور على الخبر تلاقيه مش موجود أصلا مهزلة حرفيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر